السيدة معمر تتفضل ألو ألو السيدة معمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا لا يخليك أنا عندي سؤالين لحضرتك اتفضل يا فاندي أول سؤال هو ينفع السيام بنيتين ينفع إيه؟ السيام بنيتين بنيتين زي إيه؟ يعني لو فترة في رمضان ينفع سمد رمضان وعشرة زلحجة مع بعض بنية واحدة خلاص أجاوب على حضرتك حاضر السؤالي استبغى حلال ولا حرام في الشهر؟ استبغى حلال ولا حرام في الشهر حاضر أجاوب على حضرتك السيدي السؤالين السؤال الأولاني هبتسأل هل ينفع إن الصيام بنيتين ده؟ مش الصيام بنيتين أنت لازم تعرفي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما العمله في أيام أحبه إلى الله من هذه العشر إيه اللي حاصل؟ لما قالوا إن الكلام عن الأيام يبقى الأيام العشر من ذي الحج ولما الكلام عن الليالي يبقى الليالي العشر اللي هي الليالي العشر الأخيرة من رمضان اللي بنلتمس فيها ليلة القدر لكن أيام العشر بقى دي إن العمل الصالح فيها مضاعف والعمل فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى والعمل فيه من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى طيب ينفع بقى إن أنا أقضي الأيام اللي عندي في العشر من ذي الحج ويقول لي سواب إن أنا عملت عمل صالح آه طبعا ليه؟ لأن المراد إن أنا أعمل عمل صالح في هذه الأيام والصيام من الأعمال الصالحة وده ما يبقاش اسمه عمل بنيتين لأن احنا عندنا في حاجة اسمها ممنوع التشريك في النية يعني إيه التشريك في النية؟ مش الشرك من الناس ده هو الشرك التشريك في النية ما ينفعش أعمل عمل بنيتين لأن رسول الله صنم قال إنما الأعمال وبنيات إنما الأعمال وبنيات فالعمل بيكون بنية واحدة فإن اللي حاصل؟ فيبقى العمل ده بإن أنا بعمل بصوم القضاء اللي علي وهذا عمل صالح حصل في العشر من ذي الحج فربنا سبحانه وتعالى يضاعف فيه السواب فينفع ده ينفع ده ويبقى فعلا من الأعمال الصالحة اللي بعملها في العشر أيام من ذي الحج السؤال الثاني بتسأل عن إن هي كان السؤال الثاني بتسأل عن عن صبغة الشهر إن صبغة الشهر دي ليس فيها إشكال بالعكس ده نوع من قد تساب عليها لأن هي بتتزنى لزوجها وإن شاء الله يكون دوت من باب العشرة الحسنة وهي مسألة نيش على الصبغة بالسواد فيه ألوان ممكن تصل إلى درجة السواد ومشي السواد ولكن هو كمان هي يجوز لها أن تصبغ شهرها بما شاءت للتزايل لزوجها وهذا جاء الشرعا وليس فيه شيء ترجمة نانسي قنقر